بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك وفي جنبات المسجد الحرام يسرنا أن نتكلم في هذا الدرس أو في هذه المحاضرة عن موضوع يتعلق بالإخلاص لله عز وجل وهو أعني عنواناً محاضرة أنا أغنى الشركاء عن الشرك فنقول وبالله نقول إن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وليوحدوه فقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون وليخلصوا لي العبادة وقال عز وجل فاعبد الله مخلصاً له الدين وقال عز وجل ألا لله الدين الخالص وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً فأمر الله عز وجل في هذه النصوص أمر بعبادته سبحانه وإخلاص العبادة له وبين سبحانه وتعالى أن الرياء والسمعة من صفات المنافقين فقال عز وجل في سورة النساء وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قسالاً يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً في صفات المنافقين أنهم لا يشهدون صلاة الفجر وصلاة العشاء فقال لو يعلموا الناس لو يعلمون ما فيهما يعني صلاة العشاء وصلاة الفجر ما فيهما من الخير لأتوهما ولو حبواً فبين عليه الصلاة والسلام في هذا أن المنافقين أيضاً من صفاتهم أنهم إنما يصلون لأجل أن يروا الناس أعمالهم ففي الأوقات التي لا يكون فيها ضياء ونور بل لا يفتقدهم الناس تجد أنهم يتخلفون عن ذلك ولهذا قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من الخير لأتوهما ولو حبواً يعني ولو مش على الإقدام فالمؤمن يجب عليه أن يخرص العبادة لله عز وجل فينوي بكل عبادة يتعبد بها لله ينوي بها وجه الله عز وجل والدار الآخرة فلا يرأي ولا يسمع والفرق بينهما أن الرياء فيما يرى ويشاهد والتسميع فيما يسمع والتسميع فيما يسمع وهنا مسائل تتعلق بالرياء المسألة الأولى حكم العبادة إذا خالطها الرياء فالجواب أن العبادة إذا خالطها الرياء فلا يخلو من أربع حالات الحال الأولى أن يكون الباعث على العمل هو الرياء أن يكون الباعث على العمل هو الرياء بحيث يقوم بالعبادة لأجل الرياء مرآة الناس وثنائهم ومدحهم وحمدهم له فهذه العبادة باطلة لأنه لم يرد بها وجه الله عز وجل فمن قام يصلي وكان الباعث له على ذلك مرآة الناس فصلاته باطلة ومن قام ومن اعتمر أو حج أو زكى أو صام أو فعل أي عبادة كانت وكان الباعث له على هذه العبادة هو الرياء والسمعة فإن عبادته باطلة لقوله تعالى فمن كان يرجو رقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال الله في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه الحال الثاني أن يكون الرياء بالنسبة العبادة أن يكون الرياء طارئا بحيث أنه أنشأ العبادة لله وكان الباعث عليها وجه الله وكان الباعث عليها وجه الله عز وجل ولكن الرياء طرأ عليه في أثناء العبادة فهنا إن كانت العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها بحيث يصح أولها مع فساد آخرها أو بالعكس فما سبق الرياء فهو صحيح وما كان قبل الرياء فهو فاسد باطل مثال ذلك إنسان معه درهمان فتصدق بأحدهما تصدق بالأول مخلصا لله يريد وجه الله عز وجل وثوابه وأجره وتصدق بالثاني رياءا وسمعة فالدرهم الأول يثاب عليه ويؤجب والدرهم الثاني يؤزر عليه ولا يتقبل منه فصدقته الثانية لا تصح لأنه لم يبتغ بها وجه الله هذا إذا كانت العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها وأما إذا كانت العبادة مما يبنى أولها على آخرها وآخرها على أولها بحيث إذا فسد آخرها فسد أولها أو إذا فسد أولها لم يصح آخرها فحينئذ نقول إن دافع هذا الرياء واجتهد في دفعه ومدافعته فعبادته صحيحة وأما إذا استرسل معه وانساق معه ومضى مع هذا الرياء فإن عبادته تفسد مثال ذلك إنسان قام يصلي لله عز وجل وفي أثناء صلاته طرأ عليه الرياء فإن دافع هذا الرياء واستعاذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم فإن ذلك لا يضره وعبادته صحيحة وإن استرسل معه وانساق واطمأن إليه فإن هذا الرياء يكون سبباً لفساد عمله الحال الثالثة من أحوال الرياء بالنسبة للعمل أن يكون الرياء في وصف العبادة لا في أصلها أن يكون الرياء في وصف العبادة لا في أصلها فأصل العبادة صحيح يثاب عليه ولكن هذه الأوصاف التي فعلها رياء لا يثاب عليها مثاله إنسان قام يصلي لله عز وجل فأحس بداخل فصار يفعل سنناً في الصلاة لم يكن يفعلها من قبل صار يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره صار يرفع يديه حذو منكبيه عند الركوع ويتورك ويفعل سنناً في الصلاة لم يكن يفعلها قبل ذلك نقول هذه أوصاف في الصلاة أصل الصلاة فعله للأصل أصل الصلاة أنشأها لله فيثاب عليها وهي صحيحة ولكن هذه الأوصاف التي فعلها رياء وسمعة لا يثاب عليها الحال الرابع بالنسبة للرياء الذي يكون في العمل أن يكون الرياء بعد الفراغ من العبادة والانتهاء منها بمعنى أنه فعل عبادة وانقضت وانتهت وحصل الرياء منه فصار يتحدث أنه فعل كذا وكذا أنه صلى أنه صام أنه اعتكف أنه تهجد أنه تصدق إلى غير ذلك فأصل العمل أصل العمل تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب بمعنى أنه لا يؤمر بإعادته مرة ثانية فبرئت ذمته بذلك لكن قد يكون هذا الرياء هذه المرآة قد تكون سببا لحبوط الثواب بمعنى أن هذا العمل وإن كان مبرئا لذمته لكن ليس فيه ثواب وأجر قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنوا بالله واليوم الآخر فقال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله يعني مثله كمثل الذي ينفق ماله رئاء الناس فالرياء بعد العبادة نقول أصر العبادة صحيح لكن هذا الرياء قد يكون سببا لحبوط العمل وحرمان ثوابه وأجره مسألة ثانية أيضا تتعلق بالإخلاص لله عز وجل وهي ما حكم ترك الإنسان للمحرمات إذا ترك الإنسان المحرم هل يثاب على تركه للمحرم سواء تركه لله أو تركه للآدميين رياء وسمعة أم ماذا الجواب أن هذه المسألة وهي ترك المحرم ترك المحرم لا تخلو من أربع حالات الحال الأولى أن يترك الإنسان المحرم لله عز وجل خوفا من عقابه ورجاء في ثوابه فهنا يثاب على هذا الترك ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة لأنه تركها من جرائه يعني تركها لله عز وجل فالذي يترك المحرم لله هو بإمكانه أن يفعل المحرم لكن تركه خوفا من عقاب الله وطمعا في ثوابه ورجعا لذلك فهذا يثاب عليه الحال الثاني أن يترك المحرم لأن نفسه لم تدعه إلى ذلك فهو لم يدعي المحرم لله ولكن ترك المحرم لأن نفسه لم تنقذ إلى ذلك ولا رغبة له فيه كمن يترك مثلا شرب الخمر لأن نفسه لا تدعه إلى ذلك أو لأنه قد يضر بصحته أو نحو ذلك فهذا لا يعاقب لا يثاب ولا يعاقب لا يثاب لأنه لم يترك هذا المحرم لله عز وجل ولا ولا يعاقب لأنه لم يفعل المحرم إذن هذا الذي ترك المحرم لا لله وإنما تركه لأن نفسه لم تدعه إلى ذلك أو تركه أيضا خوفا من الناس هذا لا يثاب ولا يعاقب لا يثاب لأنه لم يتركه لله ولا يعاقب لأنه لم يفعل المحرم الحال الثالث من أحوال تارك المحرم أن يترك المحرم عجزا عنه من غير فعل السبب أن يدعي المحرم عجزا لكن من غير أن يفعل الأسباب التي تؤدي إلى هذا المحرم كإنسان مثلا يتمنى أن يحصل على خمر يقول ليت ليتني أحصل على خمر أشربه لكنه لم يسع في ذلك لم يذهب يبحث ويفتش فهو يتمنى فقط فهذا يعاقب على نيته يعاقب على هذه النية والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان قال عليه الصلاة السلام فهو بنيته فهما في الوزر سواء فيعاقب على هذه النية لأن النية أيها إخوة لها أثر لها أثر في الثواب ولها أثر في العقاب ولذلك الإنسان الذي يسعى في العمل الصالح يعني في مقابل من نوى العمل الصالح وسعى فيه ولكن حيل بينه وبينه فإنه يثاب ثواب الفاعل تماما الإنسان إذا نوى العمل الصالح وسعى فيه ولكن حيل بينه وبين هذا العمل لسبب مرض أو عذر شرعي فإن الله عز وجل بمنه وكرمه يثيبه ثواب الفاعل تماما قال الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله فكل من نوى وسعى فإن الله عز وجل يثيبه ثواب الفاعل تماما بل إن من رحمة الله عز وجل بعباده أن الإنسان إذا اعتاد العمل الصالح إذا اعتاد العمل الصالح ثم حيل بينه وبينه لمرض أو سفر كتب الله له أجر هذا العمل وإن كان نائما على فراشه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فإنسان مثلا من عادته أن يقوم الليل ويصوم النهار ويعود المرضى ويشهد الجنازة ويتصدق ويفعل أفعال خير ثم إن الله قدر عليه المرض فحبس عن هذه الأعمال يكتب الله له سبحانه وتعالى أجرها ولو كان نائما على فراشه الدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما وهذا يدعون أيها الإخوة إلى أن نحرص على الاستكثار من الأعمال الصالحة ينبغي العبد أن يحرص على الاستكثار من الأعمال الصالحة ما دام في هذه الحياة الدنيا وما دام في صحته وقوته ونشاطه فينبغي أن يستغل حال الصحة وحال النشاط فيما يقربه إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة واعلم أنك متى حرست على الأعمال الصالحة في حال صحتك وحال رخائك استفدت فوائد عظيمة منها أولاً أن هذه الأعمال تكون سبباً لزيادة إيمانك لأن الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة فتزداد إيماناً مع إيمانك ومن فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أيضاً أنها تكون سبباً لرفعة الدرجات وتكفير السيئات فيرفع الله عز وجل درجاتك ويكفر عنك من سيئاتك قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ومن فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب لنيل محبة الله عز وجل ففي الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافلي حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سآلني لأعطين ولئن استعادني لأعوذن ومن فوائدي الاستكثار من الأعمال الصالحة في حال الصحة والرخاء أنك متى أكثرت من الأعمال الصالحة في حال صحتك ونشاطك ورخائك فإنها تكون ذخرا لك عند الله فيفرج الله عز وجل بها همك ويزيل بها قربتك وينفس بها هذه الغمة التي أصابتك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف 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 إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة أي اعمل أعمالا في حال صحتك ورخائك ونشاطك تكون ذخرا لك عند الله عز وجل ولذلك لا يخفى على الجميع قصة النفر الثلاثة الذين آووا إلى غال فانطبقت عليهم الصخرة فدعا كل واحد منهم بصالح عمله ففرج الله عز وجل عنهم وخرجوا ينشون في الشمس من فوائد أيضا الاستكثار من الأعمال الصالحة في حال الصحة وفي حال الرخاء أنها تكون سببا لثبات العبد على دينه من أعظم ما يثبتك فعلى الدين في زمن الفتن وفي زمن المحن الاستكثار من الأعمال الصالحة فإن الأعمال الصالحة سبب لثبات العبد على دينه قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ومن أعمال الصالحة قراءة القرآن ولذلك أعظم وسيلة لثبات الإنسان على دين الله عز وجل عند حلول المحن والفتن هو الاكثار من تلاوة القرآن الكريم بالتدبر والتعقل لأن القرآن الكريم من أعظم ما يثبت العبد على الدين قال الله تبارك وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فعلى العبد أن يحرص على الاكثار من تلاوة القرآن الكريم والاكثار من أعمال الصالحة ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستكثار من الأعمال الصالحة في حال الفتن فقال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا فالله الله أيها الأخوة في الاكثار من أعمال الصالحة نعود إلى الحال الرابعة من أحوال تارك المحرم وهو أن يترك المحرم عجزا عنه مع فعل الأسباب أن يترك المحرم عجزا عنه مع فعل الأسباب بمعنى أنه فعل الأسباب التي توصل إلى هذا المحرم ولكنه عجز ولم يستطع الوصول إلى هذا المحرم فهذا والعياذ بالله يعاقب عقاب الفاعل تماما كأنه فعل حتى لو لم يفعل كإنسان مثلا أراد شرب خمر فذهب يفتش في الأسواق ويبحث ولكنه عجز عن أن يحصل على خمر هذا يعاقب كالذي شرب الخمر تماما الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله ذاك القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه إنه كان حريصا على قتل صاحبه يعني أنه سعى في ذلك وكان حريصا مع أنه لم يقتل لكنه لما نوى وسعى عوقب عقاب الفاعل تماما فالواجب على العبد أن يحرص على الإخلاص لله عز وجل لأن الإخلاص لله هو أحد شروط أحد شرطي قبول العبادة كل عبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله تعالى إلا إذا كان الإنسان فيها مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبالإخلاص لله تحقق شهادة أن لا إله إلا الله لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبودة حق إلا الله فلا أحد يستحق العبادة إلا الله وإذا كان لا أحد يستحق العبادة إلا الله فليس من العقل ولا فضلا عن الدين أن تصرف هذه العبادة أو تريد بها غير الله تبارك وتعالى والشرط الثاني من شروط القبول بالنسبة للأعمال المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أن يفعل العبادة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين قد بيّن العبادات لأمته بقوله تاره وبفعله تاره وبهما تاره فاجتمع أنواع البيان بيان بالقول وبيان بالفعل وبيان بالقول والفعل أما بيانه بالقول فمثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي إلى أن قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث فهذا تعليم للعبادة بالقول وهناك تعليم بالفعل حيث إنه صلى بأصحابه وقال صلوا كما رأيتمون يصلي وجمع بينهما فعلم أمته بالقول والفعل فإنه عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم على المنبر فكان إذا أراد أن يستد نزل فسجد وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي فعلى العبد أن يحرص على تحقيق هذين الشرطين وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليعلم أنه بفقد أحد هذين الشرطين تكون العبادة فاسدة غير مرضية فلا تقبل منه عبادة إذا فقدت الإخلاص أو فقدت المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من عامل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهنا مسألة نختم بها هذه المحاضرة وهي أن بعض الناس قد يدخل عليه الشيطان من جهة الأعمال الصالحة فيدخل عليه أنه يرائي في أعماله فيزين له أن يدعى الأعمال الصالحة خوفا من الرياء فتجد مثلا أنه حريص على قيام الليل وحريص على صيام التطوع وقراءة القرآن وحفظه والمشاركة مع حلقات التحفيظ ونحو ذلك فيأتي الشيطان ويقول إنك ترائي بهذه الأعمال فيدعو هذه الأعمال خوفا من أن يصفه الناس بأنه مرائن وهذا الفعل كما قال الفضيل بن عياض هذا الفعل من الرياء لأن ترك العمل لأجل الناس من الرياء فأنت ما دمت مخلصا لله في قصدك وفي نيتك وفي توجهك فلا يهم منك ثناء الناس عليك أو ذمهم لأن الناس لن ينفعوك إن أثنوا عليك أو ذموك فثناءهم لن يقدم ولن يؤخر وذمهم لن يقدم ولن يؤخر عند الله عز وجل بل كونهم يثنون عليك قد يكون هذا من عاجل بشرى المؤمن فالمهم ما دمت مخلصا فيما بينك وبين الله عز وجل في هذه العبادة فلا يهم منك كون الناس يثنون عليك في هذا أو يمدحونك فما دمت مخلصا لله وأنشأت هذه العبادة لله فاستمر فيما أنت عليه ولا تستسلم لنزغات الشيطان وتسويل الشيطان في أن تدعى هذه العبادات وهذه الطاعات خوفا من ثناء الناس ومدحهم هذا ما يتعلق بالكلام على هذا الحديث أو هذا الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا أغنى الشرك قول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص لله عز وجل وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وأن يرزقنا حسن عبادته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه جواد كريم بر رحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعي بإحسان إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر